ما زلنا في الوحدة الخامسة نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية مثال 2 استلمت المرحلة الثانية من المرحلة الأولى 8000 وحدة بتكلفة 36000 ريال وقد تم منها في المرحلة الثانية 7500 وحدة ده اللي تمت والباقي وحدات تحت التشغيل بمستوى إتمام 100% يبقى 8000 ده اللي استلمت التم منها 7500 يبقى الباقي الفرق بينهم 500 وحدة ده اللي هو تحت التشغيل آخر المد مستوى إتمامهم 100% للمواد المباشرة 80% تكلفة العمل المباشر اللي هي الأجور المباشرة العمل المباشر اللي هو الأجور المباشرة و60% من التكاليف غير المباشرة فإذا علمت أن عناصر التكاليف في المرحلة الثانية على النحو التالي 16000 ريال مواد مباشرة 7900 ريال أجور مباشرة 3900 ريال تكاليف غير مباشرة المطلوب تصوير تقرير إنتاج وتكاليف هذه المرحلة الحل حل مثالة نيل نبدأ برسمة السهمة خط التشغيل بالمرحلة نحن هنا في المرحلة الثانية يبقى فيه تكلفة مستلمة فيه وحدات مستلمة ببدأ بصفر في المية وانتهي عند مية في المية عند صفر في المية كان عندي 8000 وحدة مستلمة سمناها مستلمة ليه؟ عشان دي مرحلة ايه؟ تانية لكن لو كانت مرحلة أولى كنا سمناها 8000 وحدة بدأ عليها التشغيل لكن احنا في مرحلة تانية عندي 100 في المية اللي تم 7500 وحدة تم الباقي اللي هو 500 وحدة ده اللي هو الباقي وحدات تحت التشغيل أخي المدة كان عاطيني مستوى تمامها 100 في المية مواد 80 في المية عمل مباشر 60 في المية تكاليف غير مباشرة جدول مدخلات المرحلة ومخرجات المرحلة المدخلات وحدات تحت التشغيل أول مدة ما فيش كانت غير معطع عندي 8000 وحدة دي اللي هي وحدات مستلمة المخرجات 7500 وحدة دي اللي هي الوحدات التامة محولة و500 دي اللي هي وحدات تحت التشغيل آخر المدة مجموحهم 8000 و8000 الآتي تقرير إنتاج وتكاليف المرحلة الثانية اللي هو التقرير الشامل للتكاليف تقرير بمر بخمس خطوات رقم واحد الخطوة الأولى الانتاج الفعلي وحدات تم 7500 تحت التشغيل أخر مدة 500 مجموحهم 8000 دول الأرقام دي اللي هي جات منين مخرجات المرحلة مخرجات المرحلة الخطوة التانية الانتاج المتجانس رقم اثنين نعمل الانتاج المتجانس الانتاج المتجانس عدد خاناته متوقفة على عدد عناصر التكاليف كان عاطيني عنصر مواد مباشرة وجور مباشرة وعاطيني تكاليف غير مباشرة وحيث أننا في المرحلة التانية يبا لازم فيه يسبقنا مرحلة أولى يبا لازم يكون فيه تكلفة مستلمة يبا التكلفة المستلمة لا تظهر إلا لو كنا في مرحلة بخلاف الأولى تانية تالتة رابعة وهكذا نبدأ نشوف الانتاج المتجانس أول حاجة عندي الوحدات التامة أنزل الوحدات التامة هنا تحت كان رقمها 7500 أي تامة في الدنيا يبقى 100% لكل عناصر التكاليف يبا إذا نحن نلاقي 7500 في 100% بالنسبة للمستلمة بال7500 في 100% بالنسبة للمواد برضو نفس 7500 في 100% 7500 للأجور 7500 في 100% يبا 7500 تكاليف غير مباشرة 7500 في 100% 7500 البند الثاني اللي هي لوحدات تحت التجيل آخر مد كان 500 هنا أوتوماتيك المستلمة 100% من غير ما يقول يبا دي 500 واحدة في 100% دي خلاص أي مستلمة أي مستلمة تكون 100% على طول يبا 500 في 100% ب500 بالنسبة للمواد والأجور والتكاليف غير مباشرة كانوا يعطيني مستوى تمامهم يبا 500 في 100% دي خلاص أي مستلمة يبا 500 الأجور 7900 الغير مباشرة 7800 الخطوة الثالثة إجمال التكاليف إجمال التكاليف نحسبها أعطيني المستلمة والمواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف غير مباشرة والإجمالي كان أعطيني المستلمة 36000 والمواد 16000 والأجور 7900 والغير مباشرة تلاتة تسعمية يبهي مجموحهم الإجمالي تلاتة وستين تمنومين خطوة الرابعة متوسط تكلفة الوحدة بنحسبها لكل عنصر من عناصر التكاليف أنا عندي كم عنصر من عناصر التكاليف أدي واحد اتنين تلاتة اربعة أربع عناصر تكاليف يبهي بالنسبة للمستلمة بالنسبة للمستلمة أخذ الستة وتلاتين ألف تكلفة المستلمة على الانتاج المتجانس للمستلمة كان كان 8000 ومجموعة عمود الانتاج المتجانس تطلع أربعة ونص ريال لكل واحدة المواد المواد كان يعطيني تكلفتها 16000 والانتاج المتجانس عمود الانتاج المتجانس مجموعة كان 8000 يبهي يطلع تكلفة رحوة اتنين ريال لكل واحدة الوجور كان يعطيني تكلفة الأجور 7900 والانتاج المتجانس للأجور كان 7900 يبقى نقسم 7900 على 7900 فهل واحد ريال لكل واحدة من التكاليف غير المشرة كان عطيني التكاليف الغير المشرة في المعطيات كان عطيها لي 3900 والانتاج المتجانس للتكاليف الغير المشرة مجموعة عموتها كان 7800 يبقى 3900 على 7800 فهل نص ريال لكل واحدة الخطوة الخمسة دي الخطوة رقم خمسة تكلفة الانتاج التام وتحت التشغيل عندي بجيبها للمستلمة للمواد المشرة وجور مباشرة تكاليف غير المشرة لجمالي بنشوف تكلفة الوحدات اللي تم دي دي تكلفتها كام حضرب تكلفة الانتاج المتجانس بالنسبة للتامة كان 7500 في المتواصل تكلفة الوحدة كان 4.5 تطلع 33750 على مستوى المواد المباشرة كان الانتاج المتجانس في المواد المباشرة 7500 واحدة وتكلفة الوحدة على مستوى المواد كاتتنين ضربهم 15000 بالنسبة للأجور كان الانتاج المتجانس في الأجور 7500 واحدة وتكلفة الوحدة على مستوى الأجور كاتتواحد يبقى ضربهم 7500 التكاليف الغير المباشرة لانتاج المتجانس كان 7500 وتكلفة الوحدة للغير المباشرة كاتتنص بس 7500 في نص تطلع 3750 الإجمالي الإجمالي الستين ألف اللي هي مجموعة 33750 زادة ل15000 زائد 7500 زائد 3750 نشوف تكلفة لتحت التشغيل تكلفة تحت التشغيل أخر مدة تحت التشغيل أخر مدة كان الانتاج المتجانس لها بالنسبة للمستلمة 500 وتكلفة الوحدة 4.5 500 في 4.5 يبقى 2250 بالنسبة للمواد الإنتاج المتجانس لتحت التشغيل أخر مدة في المواد كانت 500 واضربها في 2 اللي هي تكلفة الوحدة للمواد تطلع 1000 بالنسبة لأجور كان الانتاج المتجانس من الوحدات تحت التشغيل أخر مدة كان ربع مية وتكلفة الوحدة كانت 1 يبقى حصل ضربهم ربع مية الانتاج المتجانس لتحت التشغيل أخر مدة بالنسبة للغير مباشرة كانت 300 وحدة وتكلفة الوحدة كانت نص يبقى 300 في نص فيها 150 هنجمع بعد كده الـ 250 والـ 1400 والـ 150 مجموحهم 3800 ونبدأ نجمع الأعمدة عمود التكلفة المستلمة 36000 نفس الرقم اللي كان معطى تكاليف مستلمة عمود المواد المباشرة 16000 كان نفس الرقم المعطى بالنسبة للمواد المباشرة الأجور عمود الأجور لما جمحها 7900 كان هو نفس الرقم اللي كان معطى للأجور عمود التكلفة الغير مباشرة 3900 كان نفس الرقم المعطى للتكلفة الغير مباشرة والإجمال النهايي 63800 نفس الإجمال النهايي 63800 موسيقى موسيقى موسيقى